حديث هن امرأة أبي سفيان إن أبا سفيان رجل شحيه كيف تقول المرأة عن زوجها هذا الكلام لكن أرادت أن تستفتي الرسول عليه الصلاة والسلام لتنظر هل يحق لها أن تأخذ من النفقة أو لا والغيبة ذكرك أخاك بما يكره ليست على إطلاقها فيه مواضع يجوز فيها الغيبة ما هي سبعة مواضع قد جمعها الناظم بقوله والقدح ليس بغيبة في ستة ما هي متظلم أحسن يعني اللي عنده ظلامة يجي للقاضي ويقول هذا ظلما ومعرف متظلم ومعرف ومحذري المعرف يقول فلان من فلان قال ما عرفته قال فلان القصير مثلا أو الطويل هو ما أتى به لذمه وغيبته وإنما أراد التعريف ومحذري تحذير من الفسق والظالم والفاسق والكافر والمعتدي ليس بغيبة ومحذر ومجاهر فسقا الذي يجاهر بالفسق ومصر عليه يذكر باسمه حتى ينكر عليه ومجاهر فسقا ومستفت هنا خولة بن فعلبة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الحكم ويجوز أن يكون هذا من باب القضاء لأنه حصل بينهما خصومة ومما يدل على الفتوى في آكد الدلالة حديث هند امرأة أبي سفيان إن أبا سفيان رجل شحيه كيف تقول المرأة عن زوجها هذا الكلام لكن أرادت أن تستفتي الرسول عليه الصلاة والسلام لتنظر هل يحق لها أن تأخذ من النفقة أو لا ومستفتر وكذا ومن طلب الإعانة في إزالة منكري إذن هذه مما يجوز ذكر الغيبة فيها